اللقطة دي كانت انفراد لفريق شختار على ريال مدريد في مباراة النهاردة تعالى بقى نشوف اللقطة دي عشان فيها تفاصيل مهمة جدا 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 تخص المدافعين بالاخص مبدئيا هنا مندي كان هو اخر مدافع لريال مدريد في اللقطة دي تعالى نشوف هو اتصرف ازاي من حيث التمركز ووضعية الجسد بالنسبة للتماركز ده بديه جدا ما بين المرمى وما بين الخصم فهنا مندي تراجع خطوات للخلف وما اندفعش وابتدى يستدرج حامل الكورة حركات عينه كلها كانت موجهة ناحية الكورة وبالتالي هنا مندي كان بيعمل عملية تأخير لقرار المهاجم اما بالنسبة لوضعية الجسد المثالية في الموقف ده فهي الوضعية التوسطية او بيتعد عليها الوضعية القطرية الوضعية دي بتمكنك من تقديم قدم والارتكاز على قدم اخرى بحيث هنا المدافع يبع عنده حرية ان هو يتحرك في كل الاتجاهات الممكنة او المطاقع ان المهاجم يحرك فيها الكورة بتاعته طب هنا مندي عمل ايه بقى؟ مندي بالوضعية دي بالارتكاز على القدم اليمنى والقدم اليسرى بقت محررة تماما في الحركة هو اكبر المهاجم ان هو يقطع بالكورة داخليا بس هو قطع بالكورة فين بقى المهاجم بالزبط كده قطع عند القدم الاقوى لمندي فهنا الميزة تروح لمندي اصلا ان هو يقدر يتعامل معاه بالقدم الاقوى في الموقف ده تحديدا وهنا مندي بوعيه بالتمركز وضعات الجسد السليمة افسد الموقف على المهاجم اشتركوا في القدم